السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا منكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم الجزئة رقم 8 شبط رقم 2 بنتكلم على نوع آخر من الأنواع البوليمر وهو الإلاستو مارز وهنتكلم على إجزامبل ذلك الإلاستو مارز بفكركم بتعريفه كان عبارة عن سيرمو بلاستيكس أو سيرمو سيتينك with lightly cross-lanked and elastic deformation more than 200% يعني إما أن يكون سيرمو بلاستيكس أو سيرمو سيتينك لكن بشرط يكون هناك تقاطعات خفيفة lightly cross-lanked وإلاستيك دوفورميشن أكتر من 200% طب تعالنا نشوف سر السوبر الأستيس اللي هو موجود فيه الإلاستو مارز أو الريباء الربارز من خلال السرس سيرن كيرب اللي قدامنا بنلاقي إن عملية التشكيل بتاعته تتم في عملية الديفورميشن في الحقيقة تتم على مرحلتين مرحلة ومرحلة يعني معنى كده هو ده اللي بيدينا منطقة كبيرة جدا من عملية التشكيل لأنه بتتم على مرحلتين مرحلة تبدأ السلاسل اللي تتفكك فيها ومرحلة تانية تبدأ البوندز اللي بين الجزائيات تتمط عشان كده بياخد وقت أطول ويدينا خاص ميكينيكية أو elongation عالي طب تعالنا نشوف إيه بقى الإيجاب بلي ايزو برين أبص ألاقي قوة الشد بتاعته 3000 واللونجيشن بتاعته 800 بينما البولي ايزو بيوتادين 4000 قوة الشد و350 اللونجيشن بتاعته طب السيليكون أبص ألاقي 1000 قوة الشد و700 اللونجيشن لما أجي أبص اللونجيشن ككل أبص ألاقي أقل حاجة عندي 350 وأقل حاجة عندي حوالي 2000 وده فعلا يعني معنا كان النسبة للونجيشن عالية جدا وده يحنا ممكن فسرناها من شوية لما كنا منتكلم على السريف سرين كيرب بتاعه طيب تعالنا نشوف بعضا من طبيقاته البولي ايزو برين بيستخدم في صناعة التايرز أو الكفرات بتاعت السيارات وفي الجولف بولز أو كور الجولف وفي شو سولز اللي هي النعال بتاعت الأحزين طب والبولي بيوتادين بيستخدم في الاندستراليال تايرز أو الإطارات الصناعية والإنر تيوبز بتاعت الدراجات أو بتاعت السيارة ترجمة نانسي قنقر